اقبال شعبي كبير على المهرجان التاسع لموسيقى الجاز في قرطاج وفرته هذا العام الانفراجة السياسية الفريدة في تونس بعد ثلاث سنوات من التوتر والمواجهات والاحتجاجات المهرجان افتتح الخميس بأداء فني خاص أحيته الفنانة الكرواتية أنافيدوفيتش التي أمتعت الحضورة بعزفها على آلة القيثار مغنية البوب الأمريكية أيوكا التي أطلقت ألبومها قل نعم عام 2010 قدمت عرضا متنوعا وراقصا على أنغام تمزج بين الموسيقى الغربية والإيقاعات الإفريقية الحضور استقبل العروض بحماس وإعجاب شديدين عشاق الفن عامة وموسيقى الجاز خاصة سيكونون على موعد مع عدد من نجوم الفن في العالم سنسنا نحن بجمهور قاعد يجي كل عام الإقبال دي ما كل عام أكثر ومتدونك حاب يقول جمهور طالب طالب مش يكتشف بعض الفنانين طالب فنانين اللي ممش مستنسين يجيوا لتونس طالب الفنانين اللي عندهم إقبال في العالم في المهرجين الكبار كما أنا مورا كما جوستون كما أيوكا كما ليكسا برون أسماء اللامعة من جهات الأرض الأربع يتصدرها فنانون توانسة نحن عنا دي جازمان توانسة مثلا سي فوزي شكيلي عنده تجربة فريدة من نوحة الفنان أنور براهم ذافر يوسف فنان تجارب وغيرهم من الشباب زادة قاعدين يقوموا بالمزج ما بين الهوية الموسيقية الأصلية ويدخلوا في تجارب مع موسيقين أخرين من الجاز وناشحة وقاعدت تتجول في العالم خلال ذلك تتحول تونس إلى مركز استقطاب سياسي وأدبي واقتصادي اشتركوا في القناة